موسيقى مجزون لي هم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم أصيب ضابط من وحدة نزع الألغام بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة سعدة المرصد اليمني للألغام قال إن المهندس رزق السلامي أصيب بجروح المتنوعة منها بثر يديه وذلك أثناء عمله نتيجة انفجار لغم الفردي للميليشيا في مديريات الصفراء لشهر الثاني على التوالي تشهد محافظة شبوى الخاضي على الميليشيا الانتقالية الإماراتي أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلية وتبقى لسكان المحليين فإن أغلب مديريات المحافظة تشهد أزمة خانقة بسبب شح مادة الغاز المنزلية في حين أبدأ الأهالي سخطا شديدا تجاه سلطة المحلية إزاء تغاضيها عن الأزمة وعدم إيجاد حلول لإنهائها نشب حريق هائل في أحدى محطة بيع الوقود اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن وقال مصدر المحليين الحريق اندلع في محاضة التواهي جوار مبنى التلفزيون في المديرية التي تحمل الإسم ذاته مشيرا لأن العاملين في المحطة تمكنوا من إخماد الحريق الذي تسبب بإصابة أحدهم وخلف أذرارا مديح في موضوع آخر أعلنت الأمم المتحدة توزيع حوافز نقدية على أكثر من 30 ألف معلم في اليمن وقال مكتب منظمة اليونسا في اليمن عبر بيان على تويتر إن أكثر من 30 ألف معلم الحكومي تلقوا خلال الأسبوع الماضي حوافز نقدية على أساس الأداء مشيرا إلى أن هذا الدعم إلهام للمعلمين يضمن استمرار التدريس رياضيان خسر المنتخب التونسي من نظيره الأسترالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنوب لحساب الجلوة الثانية وذلك ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم في فا قطر 2022 ونجح المنتخب الأسترالي في خطف الهدف الوحيد عبر لعبه ميشيل ديوك في الدقيقة الثالثة والعشرين فيما لم يستغل لعبون سور قرتاج الفرص العديدة التي مريحت لهم في الشوط الثاني لإحراز الأهدف إذن هذا ما لدينا حتى الساعة فيما لها اشتركوا في القناة